حول الموضوع من القاهرة دكتور ماهر فرغري خبير في شؤون الجماعات المتشددة دكتور ماهر ما حصل في عام 2014 في شبوك يكرر من جديد ويتكرر الآن بخطف هؤلاء التلميذات 110 تلميذات من جديد خطفنا من مدرستهن هذا السيناريو الجديد من قبل جماعة بوكو حرام ما قراءتكم لتكرار ذلك وما قراءتكم أيضا لربما التصرفات أو سلطات لماذا كانت خخفت الموضوع إلى أن أكدت رسميا قبل يوم مساء الخير أولا قراءة لهذا الموضوع تتلخص في عدة نقاط النقطة الأولى تتعلق بأن هذه الجماعة منذ نشاتها وعلى يد الشاب النيجيري محمد يوسف الذي كان مهاجرا إلى الشمال النيجيري وأسس هذه الجماعة وهو لديه رؤية غريبة جدا في مسألة التعليم والاعتبار أن التعليم الغربي كله حرام ومسألة التعامل مع النساء وهو انطلق من رؤية متخلفة رؤية عقلية غريبة جدا مكتزئة من كتب قديمة للدين الإسلامي حرمت خروج المرأة للعمل وفرضت على المرأة أشكال معينة من المعاملات بهذا الشكل هذه الرؤية تدرج فيها محمد يوسف وبعد قتله أبو بكر الشكاو تبنى نفس هذه الأراء زعيم الجماعة حتى باعت هذه الجماعة تنظيم داعش في شهر مارس عام 2015 وبعدها بدأت تظهر كنوع من الشبكة جزء من الشبكة لمركزية لتنظيم داعش ومحاولة داعش للتمدد في أفريقيا ودفع جماعات أخرى لمبايعته في هذه الأثناء طبعا كانت تقوم عمليات إرهابية شديدة إذن التفسير هو تفسير في الأساس هو تفسير يرجع إلى موضوع التخلف الدين وعدم فهم الدين من الأساس بشكل وسطي وبشكل صحيح النحية الثانية تتعلق بالممارسات في الحقيقة ممارسات الحكومة النيجيرية والجيش النيجيري الذي ينفق المليارات على التسليح وفي ذات الوقت هو لا يستطيع فرض الأمن في شمال نيجيريا نظرا لوجود فساد ملاحقات بالفساد لبعض قادته هناك موضوع التفريق ما بين الشمال والجنوب الشمال المسلم والجنوب المسيحي موضوع الفقر مهم جدا لأن هذه الجماعة تقوم بالتجنيد يعني على دفع أموال تختطف دكتور يعني الاختطاف الفتيات هي تعتبرهن سبايا فيما بعد تستغلوهن في هجمات انتحارية أيضا بعد قبل فترة ليست بالبعيدة كان هناك استغلال جماعة بوكو حراملي بعض الأطفال بعض الردع ربما هم من أطفال هؤلاء التلميذات المختطفات في عام 2014 يعني استغلال جماعة بوكو حراملي هذه النقطة بالتحديد ومحاولة تجنيد هذه الفتيات هؤلاء الفتيات تحت ذريعة بأنها تحارب التعليم وهي لديها أجندة خاصة ماذا تقولون في ذلك مسألة التعليم هي مسألة يعني تأتي في السياق الأساسي لكن هم يقومون بهذه العمليات من أجل الحصول على الأموال مبادلة الحكومة بالفتيات أو بيع هؤلاء الفتيات أو استغلالهن في الزواج أو غيرها في مثل هذه الأمور ينطلقون أيضا من رؤية قاصر الدين على أن هن هذه الفتيات هن سبايا وأنه يجوز أن يكون مثل الرقيق والعبودية وهذه كلها أمور قد رد عليها علماء الدين ردا صحيحا في المقابل هناك يعني كما تحدثنا لا يوجد فرض للأمن حقيقي في الشمال فساد حقيقي في الجيش هناك تفريق ما بين قبال الشمال والجنوب هذه المسألة كلها أدت إلى بقاء بوكو حرام بوكو حرام في العام الماضي فقط يعني عملياتها انضحرت أو عملياتها قلت نوعا ما عام 2015-2016 نظرا للشقاق الذي حدث بين أبو مصعب البرنام وبين أبو بكر شكاو حول قيادة التنظيم تنظيم بوكو حرام بعد باعة أبو بكر شكاو للبغدادي وبعد عزله هذا كله أدى إلى قلة العمليات لكن في الحقيقة هي الآن بدأت تعود مرة أخرى ومن سما حدثت هذه العملية طيب هؤلاء الجماعات أو هذه الجماعات الإرهابية وإذا ما تحدثنا عن بوكو حرام الآن بشكل خاص يعني لا نجد بأنها تفرح في شيء غير اختطف تلاميذ أو اختطف الفتيات واختطف الأطفال ماذا هذا يدل على فشلها ويعني أنه فشلها حتى في تنفيذ أي عمليات أخرى هي الآن تنجأ فقط للخطف نعم هذه العمليات تدل بلا شك على فشل هذه التنظيمات لكن المشكلة يعني عملية التقليد في داخل هذه التنظيمات هي عملية متولية طوال الوقت يعني دراماتيكية كما يقولون كانت الجماعات في الشمال المالي تقوم بعمليات مشابهة وكانت تقوم أيضا بالتجارة في الأصار ومن ثم قامت جماعة بوكو حرام بالتقليد أو بعمل عمليات مشابهة كما كانت تقوم جماعة التحيط والجهاد أو عنصار الدين يعني يقومون بخطف الفتيات يقومون بالتجارة في الأصار بتجارة الأطفال ببيع المخدرات كذلك والتجارة في المخدرات وتقوم بعض الدول للأسف يعني ده بعض الدول بتمويل مثل هذه التنظيمات أو بمبادلة الفتيات ودفع فيديات لهؤلاء الفتيات وهذا ما يدفع أبو بكر الشكاو لاستمرار هذه العملية أشكرك جزيلا على هذه المداخلة الدكتور ماهر فرغالي خبير في شؤول جماعات المتشددة كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة شكرا جزيلا لك